خبر آخر وهو خبر يخص مهاجم النادي الأهلي الجديد الناس بدأت أبا أكلم مع جميع النادي الأهلي تسأل هو الأهلي صرف النظر خلاص عن مهاجم جديد الأهلي تأخر عن ضم مهاجم جديد حمنا نتكلم فترة انتقال بدأت في أول الشهر احنا تخطينا نصف الشهر وكاسر عام الأندية خلاص أصبح الأبواب فبدأت الجماهير تقلق شوية وتقولك للأهلي فكر ما يجيبش مهاجم دلوقتي ويجيبو في الصيف هل ده وارد؟ لا مش والد احتمالته صفر احتمالته صفر الأهلي سيتعاقد مع مهاجم المهاجم ده يكون معه في كاساعة من الأندية قصة منته هذا ما وعد به النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي مرسل كولر في التماع في اليوم التالي لمباراة المصري أكد وأكد إدارة النادي الأهلي أنه النادي الأهلي سيتعاقد مع واحد من الخيارات التلاتة اللي موافق عليهم كولر تاني النهار ده كولر في المؤتمر صحفي قال أنا اخترت خلاص أنا قلت أوكي على مين اللي يجي طب إيه الخيارات اللي موجودة قدام كولر وليه الدنيا لسه وقفة أقولك ليه الدنيا لسه وقفة الأول مين الخيارات طيب أهل عنده ثلاث لعبين مواجم أفريقي هو البديل الثالث والأهل المتكتم على اسمه هم أحرار في طريقة شغل معه ومتكتم مين على اسمه جدا واحد هو جستابو اللي هنتكلم عليه تفصلياً النهاردة اتنين داكسون وليكا لم يخرجوا من الصورة كما تردد رفع عرضه اليوم أمس لجاكسون وليكا اضرب بشيختاش منتظرة عمالها بتشوف قصة فينسين توابكر هتخلص رسمي لأ مش هتخلص رسمي الأمور معقدة لأن فينسين توابكر عليه مستحقات عند نادي النصر فعايز نادي النصر يدينه مستحقاته بالكامل نادي النصر بتفاوض مع فينسين حتى هذه اللحظة ما أنهاش اتفاقه مع بشيختاش حتى هذه اللحظة فبشيختاش عارفة كريم بيبيع بقى غناوة أنا مش عايز أبيع ده كان التصريحات المعلنة لكن على الورق هم قالوا لنادي الأهلي هنبلغك كلام ده أمس بقررنا النهائي خلال 48 ساعة بقررنا ناقي نادي الأهلي رفع عرضه لتلاتة مليون دولار هم عايزين كم هم مش بيت فوضو هم في الأول قالوا مش عايزين بعدين قالوا إن إحنا في معناه يعني إن الأرقام اللي أنتوا عرضين الأهلي كان عرض اتنين وربع مليون دولار وقالوا إن الأرقام دي يقلب كتير إحنا شارعينه بتلاتة ونصف مليون دولار وده كان الرد يعني في الرد اللي جمع ما بشكتاش عن نادي أهلي وإحنا ما بمنويش إن إحنا نبيعه في خلال الفترة الحالية فنادي الأهلي رجع رفع العرض تاني وبعته فقالوا إحنا هنبلغك بردنا النهائي وهنا يقولك إنه في لس في مرونة شوية ده مونيك ده دعك ساموليكا فمبدئيا ده الآخر سقف ده الأهلي الأهلي مش هيرفع العرض عن كده ده الآخر المراسلات مع نادي تشونبوك الكوري وجوستابو اللعب البرازيل النادي الأهلي هو اللي طلب مهلا على آخر رقم الطلب الأهلي ما عندوش مشكلة في الرقم ده لأنهما بيكلموا في 2.400.000 2.500.000 2.500.000 لجوستابو 2.500.000 دولار لجوستابو اللعب تم الاتفاق معاه على تفاصيل التعاقد أو التفاصيل الشخصية ولكن الأهلي طلب مهلا عشان يرد الأهلي بقى من كواليس من جوه الأهلي ما عندوش مشكلة في الرقم لكن هما ليه طلبوا مهلا عشان يردوا على آخر طلب مالي الطلب من شونبوك اللي هو الـ 2.400.000 أو 2.500.000 سواء يورو أو دولار يعني عشان ينتظروا موقف داكساموليكا النهائي ده اللي واقف عليه مهاجم النادي الأهلي الأهلي لو داكساموليكا رد عليهم بش اختاش غدا أو بعد غد قالوا أوكي داكساموليكا مهاجم النادي الأهلي لو ما تردش الأهلي بالنسبة لجوستافو هو خياره الأبرز وخياره قدام قدام النادي الأهلي دلوقتي شايف كده الرؤية كمعطيات إن الرجل ده هو اللي هيكون موجود جوستافو سوزا هو اللي هيكون موجود خلال الفترة اللي جاية لإن يبدو إنه يضرب بش اكتاش مش متحمسة أو الفكرة البيع لكن قبت مرونة طيب قولي بقى على جوستافو شايف له لقطات هنا لازم اختيارك يتصق مع احتياجاتك النادي الأهلي محتاج مهاجم المهاجم ده فيه أنواع كتير بروفileت كتير من المهاجمين الأهلي محتاج مهاجم بيجيد الرأسيات لأن ده مشكلة كبيرة عند النادي الأهلي الأهلي محتاج مهاجم بيجيد لاعب لكلتا القدمين محتاج مهاجم مباشر يعني إيه مهاجم مباشر يعني يا كريم فاكر كان فيه جملة شهيرة اتقالت على برونو سابيو والناس بخذتها شوية بعد كده بمحمل الدعابة يعني انه ما بيفكرش مرتين كان كلش اقولك ايه ده العيب ما بيفكرش مرتين وابتلت الناس شوية تتهكم وشوية بتشيد ببرونو سابيو لكن في النهاية جوستابو سوزا ما بيفكرش اصل هتقول لي يعني ايه ما بيفكرش اصل جوستابو سوزا عمل زي اللعيب اللي محتوط جوا سيستم هتجيله هنا يحطه بالطريقة دي هتجيله هنا ونعرض الحالات دلوقتي احنا بنتكلم الراجل محتوط دايما تحركاته جيدة جدا جوه البوكس مطلعش بره البوكس كتير شغله جوه البوكس اكتر جوستابو سوزا يا كريم معدلاته معدلاته الافرد عشان ما انتواش الناس في ارقام كتير مساهماته كصناعة وتسجيل في اجمال مشاركاته والموفق منها والغير موفق دلوقتي ده بشكل تفصيلي سواء مع جوياس او فورتاليزا قد موسم جيد مع فورتاليزا وبعدين راح مع انترناسيونال وي كورينثيانس واخيرا مع تشومبك وينداي لكن اجمالا الراجل ده كريم لعب 180 مباراة ساهم في 90 هدف كل المشاركات دي ده 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 منتها البساطة كده عشان امور تبقى ايه يعني تقريبا بنتكلم انه على على صعيد الارقام دي على صعيد مشاركاته من وقت صعوده انه هو يلعب على مستوى الدرجة الاول او الدوريات الممتازة لان الاهداف اللي احنا بنعرضها دورياتي جرافيك دي في جزء منها في الممتاز به لانه هو لعب في فترة من حياته في بداية مشواره في الممتاز به فمشاركاته في الدرجة الاولى تقريبا 180 مباراة سجل وصنع سجل وصنع يعني ساهم في 90 يعني عنده معدل 0.5 في كل جول يعني بيسجل في كل مبارتين هدف او يصنع كريم ده ارقام جستافو الموسم الماضي 43 سجل في 12 وصنع 5 يعني ساهم في 17 جول وبالمناسبة جستافو هو هدف دوري ابطال اسيا موسم 20-21 بالتساوي مع قلونجا مهاجم المهاجم الكيني ده بص يا كريم هنبتلي هنا واحدة واحدة كده الراجل ده بص شاف الستايل اللي هو بيسدد به هو نفس الستايل بيحطها بيمين وبيحطها بالشكل ده بيحطها شماله بيحطها بالشكل التاني ووريه لك دلوقتي في الحالات الرأسيات والخطوات اللي بياخدها مهاجم ما بيفكرش اصلا مهاجم لا ما بيفكرش بالشكل بالشكل الجيد او بمعناها الجيد يعني مهاجم هو سيستم جوه الجول هتيجي من نحايا ده احطها بالطريقة دي هتيجي من نحايا ده احطها بالطريقة دي فهو مهاجم جيد جدا لكنه مهاجم كلاسيكي هتقولي طب ما مهاجم كلاسيكي يبقى ما عندوش حلول كتير مهاجم كلاسيكي يعني ما عندوش حلول كتير فلما اجتكلم عن مهاجم كلاسيكي هقولك لا النادي الاهلي محتاج مهاجم كلاسيكي بس النادي الاهلي محتاج فلافيو محتاج احمد فليكس عنده حلول لكن كلها جوه البوكس عنده حلول لكن كلها جوه البوكس نمشي نمشي ركلات الجزاء شو محتاجنا هو تلاقي ركلات الجزاء بتاعته كلها متسجلة وراء بعضها طيب نجيب الحالات بعد كده بص وده الهدف ده الهدف اللي سجلوا وجبناه من شوية اللي بعده اللي بعده حالة اللي بعدها بصها كاري دايما ركز مع بقى سواء برجليه وقف هنا سوائن سواء برجليه سواء برجليه اليمين أو الشمال دايما بياخدوا الخطوطين قدام المدافع ودي ميزة عند راس الحربة تعرف راس الحربة قاري مصاري الكرة ومتوقعها لا لا كل اللقطات اللي هاجبها لك كرات رأسية أو كرات برجليه اليوم أو اليسرى داخل البوكس دايما عنده الحتة دي الحتة دي كان عند مين يا كابتن كريم عند أعمال متعب المم متعب دايما كان ياخد الخطوطين قبل أي مدافع عشان كده أعمال متعب كان عنده مشكلة كان بيمثل أزمة لكل المدافعين مش بس لتحركاته في المناطق الخالية من المدافعين لكن كمان حتى لو عالي الرقابة ياخد الخطوطين دايما قبل الكرة كمل كمل بص يا كريم دايما الخطو يلا اللي بعده واخد القرار دايما واخد القرار قبل ما تجيله يا كريم هو واخد القرار تاني هيدخل يكمل تاني اللي بعده الحالة اللي بعدين قرار هو محدد رايح خلاص زي أفرعين مش عين في حطها في البعيدة بيحطها في دقاءة نفس القص فينيشر جيد يا كريم بالمناسبة معدلات تسجيله من الفرص المحققة جيد جدا كمل هنا بيسجل باليسرى الانهاء بتاعه باليسرى جيد الانهاء بتاعه باليومنا جيد لكن يبقى تاني بص يا كريم واخد القرار ارجع تاني معلش بص يا كريم هنا مفض نفسه تحت لانه بيلعب اتنين مهاجمين بص بص هو ما فكرش انا حطها تحت هحطها فوق هعملها ازاي هو اسيست هتلاقي الكرة بتجيله هو عارف بيحطها ازاي بيحطها امتى اللي بعده اللي بعده الحالة اللي بعدين يلا خدها بيمينو سيست اللي بعده ويفكرش كتير خالص ما بيجودش يعني خالص مش تنفى تقول إن ده المهاجم الحريف خالص المهاجم الكلاسيكي اللي قدام مهاجم كلاسيكي وهرجع واقولك تاني طبعا دي خطأ من الحرس وارجع واقولك تاني يا كريم يبدو يبدو هو مهاجم جيد معدلاته جيدة مهاجم جيد جدا جوا البوكس رأسياته جيدة بيشتغل بريجليل اتنين كويس بص يا كريم دايم الارتقاء هو العيب طويل طبعا 188 سنتي لكن قبل ما تعرفنا ممكن تكون عايزة تطلع فاصل